محسن شايف ازاي طبعا بن بارك النادي الاهلي شايف اجواء فوز النادي الاهلي بالبطولة وما هو القادم شوف شوف حرك بكل بأي طريقة كان لازم الاهلي يأتي البطولة دي البطولة دي كان لازم الاهلي يأخذها لانها حتى بطولة ليه تشوف الفرحة كتعالية جدا عند لعبة الاهلي وجمهور الاهلي تحس انهم بيبكوا انه يعني ده ما خداش قبل كده او خدوها مرة لا دي الحداشر ده انت سيطرت ولكن احداث البطولة نفسها منذ البداية حتى النهاية غريبة جدا لو فيه مخرج هيعمل مسلسل درامي مش هيجي كده ان حتى شوف البداية زي النهاية اول هدف علم علون بيرفع الكورة اللي محمد عمانين بيجيبها في اتحاد المنسيلي اخر هدف علم علون بيرفعها اللي محمد عمانين بيجيبها في الوا التفصيل بنفس الشكل على الشكل بنفس الراسل نفس الطريقة ماشي ادي واحدة الواحدة التانية الاحداث دور المجموعات وعلى فكرة دور المجموعات والكلام دي على مسؤولتي لا يعبر تماما عن بطلات أفريقيا بدليل الرجاء هو أفضل نادي في دور المجموعات حق النتائج من الست مرشاة تكسب خمسة وتعادل واحدة ومع ذلك الأهل أخرج بكل سهولة في ربع النهاية الترجي فاز ماتشين بره والغول والمشعرف الأهل فاز رايح جايب بيغض نظر عن الإصابات سبك من الوداد دوقتي كان بوعب فريق غريب جدا ومع ذلك شفنا بكل سهولة بره يعني أفضل نادي في أفريقيا بالزبط كان أفضل نادي لكن هو حتى الصحافة الجنوب أفريقيا تكلمت عليه مدى متى يتخلص من النحس انت بتعرفش تكسب انت في النهاية دور مجمعته شكرا بعد كده ما فيش الأهل بقى اتغلب خمسة واتغلب من الهلال وسبت مش يحسب القطن ده لأنه كله كسبه رايح جاي فطلع قطن بره المجموعة وبعدين تيجي ليس التعبسن طبعا ضربة جزاء أطهر الطقر وكلام ده كله لا إن هي لا السيناريو بيجي لك الفرص حتى أخذتك معنا لو كلمة ضربت جزاء مع محمد هاني كان ليه ضربت جزاء ضيئة هي دي أنا ناس مش جابي حتة دي أنا عارف أنا عارف أنا أقصدولها عشان لقطة اللي خدتها بسوش المدة خدتها بزبط لما الأهلي جاءوا مهد الكأس الأطهر الطهري بزبط لا الكرة جاءت في ملعبه بقى مش بس خلاص الأول لحد ضربت الجزاء بتعطيها ريطار دي القرار يعني قرار الأهلي مش في إيده لأنه خلاص هو مش بييده مش بييده أنه يصعد لكن لما المباراة انتهت واحد واحد في إيده أنا بقى أكسب واحد نظيف أو فرق اثنين والأهلي فاس طبعا عن مباراة تاريخية وكسب تلاتة سفر قدر يستفيد من المباراة الخمسة كلر نفسه قبل اللعبة قدر قدر يتخلص من هزيمة الخمسة دي وبقى وشفنا عيلي بقى خلاص خطط الفنية نفسها ضياري لما القرار جات له بعد دور المجموعات كان فيه تلاتة أوائل هيقابل واحد منهم يا الرجاء يا الترجي يا الوداد قبل التلاتة وكسب التلاتة لما سر المباراة بقى خلاص كسبت الرجاء حتى لما هناك انتهينا الرجاء قبل ما تسجل أهداف الرجاء ضيع فرصتين منهم منفراض وشنوه طلع ضربة الحرة هناك الرجاء ضيع ضربة جزاء في النهاية تكسب الترجي رايح جاي ايو كان عنده ظروف مفيش مشكلة بس انا مالي انا اللي قلت للمشجع يمسك شونيور في المدرجات في المباراة تبقى بدون جمهور ما ليش علاقة بالكلام ده كل ظروف والأهل قدر يستغلها حتى في المباراة النهاية كان ممكن الأهل يكسب تلاتة تلاتة سفر والمباراة كو تلات خلاص بعد الجون التاني هم الوداد لكن الوداد جاب الجون ده فداله الأمل النقطة دي فرقت جدا مع النادي الأهلي لأن جماعة الوداد احتفلوا بشكل كبير جدا قبل المباراة خلاص المباراة بقت عندهم وواحد سفر يكفي مش تلاتة يعني استسهلوا هم هناك حتى ما قدموش ده الأهلي قد عنده توطر لكن قبل المباراة في المباراة هم جابوا جون وخلاص بقى بقيت الوقت تضيع هم مش كده برضه دي مش كورة يعني يعني يعمل عب بدليل انه حتى انا شفت تحليل فوقف المباراة مخصوص الداعبة بتاع بتاع يعني مش بس الوداد الشمال الأفريقية الشمال الأفريقية لكله احنا عندنا الحكم اللي حكم ماتش النهاردة مصر وغينيا ادى انظار لتريزي جي علشان وقع الرجل ده الرجل ده لو كان بيحكم ماتش الأهلي والوداد كان طارد عاز اقول لها حركة الكابتو سالدر حفيز قال كلمة مهمة جدا قال لك احنا احنا واخدين كارة احنا متفاصلين بستة كور معانا على فكة عشان يعني كتير يعني ده لي لانه بموت لك ليه كنا نتمنى سندونز ان سندونز هيلعب الكورة فقط لكن حتى تلاحظ لما الاهل رح هناك قبل المباراة المؤتمر الصحفي الاسئلة كلها اتغلبتو قبل كده اتغلبتو حتى الشناور عقدة الكلام كله حتى الشناور قالوا يا جماعة احنا نسينا مارش من اسبوع وعندنا مارش بقر عقدة في حاجة رقمي هولك عليها في حتة كمان الاهل برضو حتة نفسها مفعش تغلب يعني مرتين واربعد سنتين واربعد من نفس الفريق هتبقى التالتة كمان من الوداد لا ده ماينفعش يعني بالنسبة لكبرياء النادي الاهل ماينفعش كمان التاريخ كله يعني على مدار من سنة 1964 حتى يومين هذا من يوم ما ينشئ دور الابطال او البطولة دي بدأت ما حصلش ان فرقتين اتقابلوا سنتين واربعد الا مرة واحدة فقط سنتين وثنين وثنين ثلاثة ثلاثة ثمانين الاهل وكتوكو والاهل خد مرة وكتوكو خد مرة وكررته الاهل والوداد الوداد خد مرة بالاهل بقى ياخدها كمان يمكن حتى التصريح بتاع الكابتن الشناو ان هو الظلم مش الظلم في الملعب الاحداث بتاع السنة اللي فاتت وفي حتة يعني لازم بصراحة اقولها يعني يا رب يكون حتى اخواتنا المغربة بيتفرجهم جمهور الوداد طلع اغنية على الاهل انه كثير الشكاية ويبكي وبتاع سيناريوهات الاهل مش بتاع سيناريوهات الاهل 11 بطولة ايه لو اعمل سيناريوهات انت اللي تعمل مش الاهلي عمل الكلام ده كله طب انا السنة اللي فاتت تعمل ايه احنا لقينا نفسنا فلوص في النهاية هب المرش في الضر البيضاء والسنة اللي بلاقيه يقول على حاجات لا ده في الاخر اربع سنين الاخر اربع سنين لبسط الاهل في لعب حوالي تلاتة تلاتة ماكسبش غير من الوداد بس في الادوار الاقتصائية في الاربع بطولات وربعض اهه تخيل حضرتك احصائيديك من الناس بشوق ده بلا منها الاهل يتغلب فقط الادوار الاحصائية من بوراة الوداد اللي هي تتكلم عليها محسن دي الاهل يتغول يتحول الى فريق اخر في الادوار الاقتصائية عشان كده اللي بيقول لك عقدة ومش عقدة الكلام ده غير صحيح حلو جدا بالنسبة للنادي الاهلي بس عبد المنعم جماعة عنده اخبار حصرية لا يعني مش حصرية اوي يعني لا بس الكلام اللي تقال انه كولر جدد لسه الاعداء ما تمتش ادي حاجة حاجة تانية لسه هو مش من النوع الاندفاعي وانفعالي يعني عايز خمس ست لعيب المفروض السنة الجاية اه يعني هو المفروض يجد الاهل عايز يجدد له بس لسه ما تمش الاعداء على معتقد يعني ده لسه بدر يعني اه لسه بدر وليسه ما عدده اخبار نزلت انه ها عادوا يجددوا الكلام ده لسه الاهلي لما هيسيب هيسيب مش هيزيد عن ثلاث لعيبة اللعيبة اللي هيسيبها هيسيب حمد فتحي طبعا بس لما يوصل لمبلغ خمسة مليون دولار هيسيب مفيش حاجة اسمي عارة هيبيع احنا وصلنا لغا دلوقتي تلاتة ونصف لا خمسة هو الاهلي مش هيسيب اكتر من خمسة اقل من خمسة مش اقل من خمسة والعهد يا جماعة اه طبعا والعهد علي اه طبعا الحاجة التانية مش هيسيب يعني مثلا محمد عبد المنعم الكلام اللي بتقال علي اولا 12 مليون جنيه في المليون دولار في الدورة السعودية غير صحيح والرقم ده ما وصلش النادي الاهلي تماما هو لو جي الرقم ده ده يتبع من دلوقتي يعني 12 ده عمرها ما حصلت ازاي 12 مليون اه لو جاله عرض كويسحد هو فيه اوريدي فيه عروض جياله لو جاله عرض كويسحد بس شفهية بلسة الغدلتي ما هو فيش حاجة رسمية محمد فتحي رسمي صح نعم محمد رسمي جاله عرض رسمي محمد فتح محمد فتحي محمد رسمي ده موجود من فترة فبقول لحضرتك محمد رسمي محمد رسمي فبقول لحضرتك كلر مش هيعمل عمله موسيماني مش هيبيع لعبة كتير زي من الناس بتقول لا هيبيع لانه مش هيفرط الفرقة هيفرطها ازاي عنده هو عايزي يوصل معهم لابعد ابعد ذلك بكثير ان شاء الله